جاي على قطر جديد وبدك تتعلم اسواقة وتطلع رخصة وتشتري سيارة أنا بعطيك كل التفاصيل هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء واليوم بدنا نتكلم عن استخراج رخصة قيادة وشراء سيارة في قطر طبعا كل الناس اللي بيجوا لقطر أو لدول خليج أول إشي بشغل بالهم السيارة لأنه أسهل بالتنقل لأنه أحسن إشي للجو بما أنه فيها كونديشن ولأنه يعني صار معي بصاري لش مجيب سيارة أول إشي بدك تسجل للامتحان التسجيل للامتحان أنت بتدفع بكج سواء رسوم الامتحان مع تدريب المركز التدريب مع النظري مع العمري مع كله تدفع من 3700 3800 4000 ريال تفرج إشي بسيط 100 ريال أكثر 100 أجل حسب المدرسة اللي بدك تتدرب فيها فهذا الرقم بشمل التدريب النظري والتدريب عملي والفحص نفسه طب لو رسبت بتعيد الفحص ب250 ريال لو رسبت ثلاث مرات بتعيد الدروس كلها بعدين بتعيد الفحص التدريب ينقسم إلى شقين أولا النظري تأخذ قوانين السيارة واللافتات والشخصات والأشياء هاي كلها وبعدين العملي في العمل راح تتدرب على سيارة بدربوك على الإشارات كيف تتوقف على إشارة الحمراء وتمشي لما تخضر الطلوع كيف تطلع طلوع وتوجف في نص طلوع وتكمل الاستفاف كيف تصف السيارة الدوار كيف تمشي على الدوار عادة بعطيك خمس دروس جوه المركز لأنه جوه المركز في قطعة أرض واسعة تتدرب فيها لو بدك فعادة بعطيك خمس دروس جوه المركز بعدين بتطلع للشارع فتأخذ الباقي بالليل ما في دروس زي الأردن أنا اتدربت في الأردن كانوا يقولوا لي بعد أربع العصر ممنوع تدرب حدا فهون هذا النظام موجود وبرضو فيه هون تقدر تتدرب على سيارات عادي بس أو أوتوماتيك بس الامتحان برضو نظري وعملي زي الأردن عادي والنظري علامة النجاح 36 من 40 زي الأردن العملي عبارة عن أقسام ما في عملي انه والله اطلع من هون ولف ورجع لنفس النقطة لا فيه شي اسمه L بيكون الشارع على شكل L بيشوف لما تلف على اليمين أو تلف على الشمال كيف بتتصرف فيه قسم من الامتحان على الريفيرس كيف بترجع قسم الامتحان على الاستفاف وقسم الامتحان شارع دغري كيف تمشي باستقامة الحلو بالموضوع لو رسبت في جزء من هاي الأجزاء بتعيده بس يعني انا نجحت في كل الامتحان معادة اصطفاف بعيد اصطفاف انا نجحت في كل اشي معادة ال L بعيد ال L بس برضو بحطه في اعتبارهم انه بعض البلاد السواجة فيها بتختلف يعني بريطانيا والهند على سبيل المثال السواجة بكون على اليمين مش على الشمال فانت لو بدك تدرب ممكن تأخذ رسوم اكثر ممكن تأخذ دروس اكثر ممكن صعب على الامتحان لانه صعب تتعود على النظام الجديد فبتختلف من بلد لبلد حسب انت من وين جاي كيف بدك اصدر الرخصة اولا بتفحص المظري وفحص ال L بيوم بعد جميع او ثلاث تفحص باقي اللفحصات اللي هي الاصطفاف والشارع الدغري بتخلص الفحص الاخير وبتروح على طول في شاشة عليها اسماء الناجحين واسماء الرسبين بتشوف حالك انجحته لا لا اذا انجحت بعطوك رخصة السواجة الرخصة عشر سنوات زي الاردن طب سؤال مهم لو انا جيت من بلدي معاي رخصة ايش اعمل اذا معك رخصة اردنية بتاخد جزء من الدروس مش كلها وبتاخد بس قوانين السواجة في قطر لانه بجوز تختلف عن قوانين بلدك وبعدها بتاخد الرخصة وبتسوق طبعا النقطة مهمة جدا موعيد الفحص بعيدة جدا ممكن انت تيجي تاخد الدروس وتفحص بعد ستة شهور في ناس تسع شهور بعرف ناس قعد سنة وشهرين هو يستنى دور الفحص ففي كتير من ناس في هاي البلد شاري سيارة وبركبها وبمشي فيها في الشارع وهو اصلا ما مع رخصة قطرية انا ما بنصح حدا يعمل زي هيك لانه لو اعملت مخالفة او دهست حدا او سويت حادث لا تأمين بتعرف ولا شرطة بتتسامح معك فخليه قانوني وتشتريش سيارة الا لما تجيب الرخصة طيب جبنا الرخصة بدنا نشتري سيارة اول اشي بتاخد السيارة بتفحصها من وين تجيب السيارات في سوق مفتوح هون زي الموجود في عمان زي الموجود في مصر زي الموجود في اي بلد في فيسبوك ماركت وفي كل اشي بتفوت على اي موقع بتلاقي مليون سيارة معروضة للبيع بتاخد السيارة على الفحص الفحص بمية وخمسين ريال تقريبا بيشمل موتور جير شاصي لو بدك تضيف عليهم فحص الكمبيوتر بصير كله على بعضه ثلاثمائة ريال طبعا الارقام هاي تقريبية من مركز لمركز بتفرق عشرة اكثر عشرين اجل ما حداش يقول لي انت بتفهمش الشراء والتسجيل عن طريق تطبيق متراش على التطبيق تفتح شراء سيارة بتشيل اسمه بتحط اسمك بعد يومين تروح تلخط تسجيل السيارة او رخصة السيارة او بتعطي لك ياها بالبريد وبيخطي منك عشرين ريال وخلاص نقل الملكية السيارة على المشتري بيدفعهو ميتين وثمانين ريال غير انه بقبل حق السيارة منك يعني تقريبا خمسة وخمسين دينار اردني تأمين السيارات موجود واجباره زي عنا في عمان موجود ضد الغير وموجود شامل ضد الغير بحدود الخمسمائة ريال بتختلف من شركة تأمين للتاني في ناس باخد أربعمائة خمسين في ناس خمسمائة خمسين انت وحظك الشامل اكتر يمكن كلفك ألف ومتين ألف وخمسمية لكن برضو ثمانت وعشرين ميزات واكتر معظم الشركات نفس السعر تقريبا مش هالفرق بينهم طيب أبو يوسف أنا عنده سيارة وخايف تخرب أنا بنصح لكل يجيب جديد بالنسبة لسعر السيارات هون الفرق بينه وبين السعر في الأردن أو غير البلاد احنا في بلادنا السيارة بتيجي من بلادها حقها الفين ريال بحطوا عليها ثلاثمية بالمية ضرائب بصير حقها ثمانت الاف في الخليج ككل مش قطر بس بتخذها بألفين عادي ما فيش ضرائب على السيارات أو ضريبة قليلة جدا جدا فأنا بنصحك من تشاري شاري حط لك 15-18 ألف دينار بس تخذ سيارة أول سنة ما بتصلحها بالنسبة للتصليح لو أخذتها شديدة أول ثلاث سنوات أو أول 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب هاي الصيانة على مركز الصيانة أو على الوكيل بعض الشركات أول خمس سنوات السيارات الصينية مثلا تعطيك كفالة على الموتور باس عشر سنوات غيار الزيت بيختلف إذا كان أربع سلندر مية أو مية عشر إذا كان ثماني سلندر ممكن نوصل مية خمسين مية وسبعين السيارات الكبيرة الجبات والأشياء هاي ممكن توصل خمسمية وسبعمية لكن المشكلة إذا بدك تجيب سيارة قديمة كل يوم بتخرب أغلبية المصلحين هون ما بيصلح القطعة بيبدلها وخلاص يعني الموتور وزنه طن أحقبه مثلا خمس تلاف دينار لو خرب فيه برغي ما بيغير البرغي برم الموتور بيقول لك بدك بطور جديد المخالفات هون مصيبة سودة أولا أغلى من المخالفات في بلادنا ثانيا سهل جدا إنهم يخالفوك في كاميرات في كل طريق ثالثا القانون هون قانون لأنك لو عملت مصيبة مثلا قطعة إشارة حمراء ممكن تقتل بني آدم فما في تسامح أبدا حتى على مستوى إنه استفاف مزدوج مثلا أو حاطت السيارة في الباركينج طلع الباركينج للمرضى مش للموظفين هاي فيها مخالفة 500 ريال لحالها 100 دينار أردني مخالفة قطعة الإشارة الحمراء مثلا لما كنا في عمان كانت 500 دينار هون حوالي 1000 أو 1200 6000 ريال قطعة الإشارة الحمراء استفاف في مكان ممنوع ممكن توصل 500 أو أكثر تجاوز السرعة المقررة عليها مخالفة يعني أنت هسا ماشي في شارع مصربين أو ثلاث مكتوب إنه المصرب اليمين ممنوع أكثر 130 لو أنت ماشي على اليمين وماشي مثلا 80 عليها مخالفة مكتوب اللي في الوسط أقصى حد 80 لو أنت ماشي في الوسط وسرعة تكمية عليها مخالفة وحاليا في قانون جديد بالعكس لو أنت ماشي على الشمال وكل الوراق مستعجلين ومكتوب مسموح لك لحد 80 وانت ماشي 20 تجيك مخالفة لأنك أقل من السرعة المقررة لأنه الوراق بيجي طاير رح يضربك لو بتكت عرفوا أي إشي عن الحياة في قطر برضو بعطولة يا إما تعليق على هذا الفيديو أو على رسائل الصفحة على فيسبوك أو على إيميل الشخصي موجود في وصف الفيديو تحت أي فيديو بالقناة لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول والسلام عليكم